ألم بكم من جديد مشاهدين الكرام كانت هذه هي أبرز العادات والتغاليد للزواج في حلفة هذه العادات والتغاليد مميزة وتمتاز عن كثير جدا من شعوب مبيزة جدا هذا هو السودان في هذا الاختلاف وهذا التنوع الجبيل في عاداته وتغاليده التي دائما أقول عنها إنها السودانية وسمحة جدا في بساطتها وأناقتها وسمح خصالها وتكاتفها إذا نمضي ونتواصل السعادة جدا أو السعادة جدا ينضم إليه عبر خط الهاتف من ولاية تنميل الأزرق الزميل عامر عمر عبدالله لكن قبل ذلك ستنم إليه عبر خط الهاتف أيضا الأستاذة لبنى علي عبدالرحمن رئيس منظمة بيت مجلي القومية أستاذة لبنى أهلا بيك الصباح الخير أهلا بيك وصباح الخير وأنا سعيدة بتواصلنا معاكم لو لا الظروف حدث البلد لكنا معاكم في الإسفاش مدفل نعم نرحب بيك في صباح الشرق عبر أي وقت إن شاء الله سنكون معك الآن عبر خط الهاتف لنلغش كثير جدا من المحاورة المهمة لكن نشاهد معك ومع مشاهدين الأعزاء تقرير التالي ونعود للواصل معك ضمن احتفائها باليوم العالمي لمكافحة المخدرات عقدت مرضمة بتمكل القومية ورشة بمركز طيب برسل الإعلام برعاية من قوات الدعم السريع وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللجنة القومية لمكافحة المخدرات والهيئة العربية ومرظمة اليوهو حيث أعلنت المرضمة عن انطلاق مشروعين كبيرين في 2020 يهدف لمكافحة المخدرات والتركيز على وجود الحماية فضلا عن المساعي المستمرة لمرظمة بيتمكلة بكافة الولايات نسبة ازياد المخدرات أصبحت بالنسبة لنا في حالة خطر ولا تقرطونا أنا بعد الكلام ده وتحمل أنا ذلك ليه؟ من الوقاية اللي احنا عارفينها ممكن نعمل شير مع القواتة النظامية من التجمعات اللي احنا عارفينها من الترادل اللي احنا عارفينه من اتصالات الأسرة اللي بتتصل بينها نحنا ما بيحصل اليوم ولا يومين نحنا أكثر من 15 ل 18 كات بيت ويك درموا يا جماعة 15 ل 18 قضية بتاعت إما تعاطي أو أوبردوز أو هو حاول يكتر إحدى الأبوين من المسؤول من المسؤول ده سؤالنا بطرقه من المسؤول عن الغطايا الشباب من المسؤول من العلاج مباشرة أين دور التأمين الصحي في غضية الإدمان لأنه يخوانا رحلة الإدمان في زلون كيرل لذلك نحن نركز في المكالي مع ورنة نظامية أنه يقف في مركينشا الحماية حتى لا نصل لرحلة المعالجة لأن المعالجة زلون بروسس قوات الدعم السريع أوضحت عن استمرارية جهودها في مكافحة المخدرات بكافة أنواعها ومراقبتها الدائمة نحنا كل الدليل نأكد ويخوانا البددات محتاجة لتطاعتبوها مناسبة بالمكالي يعني أقامت بذور كبير بذور بجد محمودة ومقول ومحتاجين منه لمزيد من الرعاية للمحتاجين له وإنتو كلكم تعلم منه عدد المشاركين والناس اللي بتعادوا والمقدرات وهم نحمن يعدمهم دحاية بالإضافة لي الإسجار بالبشر يعني إنو أجمن الضغط الواقع على الناس كثيرة لكن نحنا كل ديرين مهم في المرحلة الجاي خامة من خصص وقت لكن في الموضع نحنا بنأمن إنو منظمة بيتمكلي لأوهو فعال ولما كانت منظمة بيتمكلي القومية تتعاون وتتعامل مع كافة الجهات الأمنية كان لابد لشرطة السودانية أن توضح جهودها وكبتها لانتشار المخدرات السودان طبعاً هو هذه الجهود تقريباً جداً جداً في المجادة كل الناس متعاونة فيهم مثل جهات نظامية كافحة والدنية غرمية اللي أنا رأسها في مجاناة سوريا مشتركة معاً لغضو شهادتاني بلغض الأمن وغواد التعمل السريع وغيرها من الغواد بيقول لها بيتبشي في جهد الأساسين أنها تقدر تقضي على هذه الآفة غير كده في مساعدها اللي هي بتتركز في جانب التوعوي أو البغاية من المخدرات وإمكاننا محاربة المخدرات في محورين دائماً وهي محور خفطة لعرض الغقعة للفجار حربتها في الأسواق المضمينين الفجار المهرويين خجاني والمحور الثاني اللي هو خفطة ديمت ركز في المباية اللي هي تنشر محاضرات في الشباب في المدارس المشروعات وإسهامات هي التي تقوم بها منظمة بتمكل القومية في سبيل إيجاد التحوطات اللازمة لكبح جماح المخدرات بسودان موسيقى 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 بطعمة اليوم العالمي لنشاط عام كامل استعراض ونرحب بشراكاتنا الجديدة قواة الدعم السريع الشرطة مقافحة دارة المخدرات اللجنة الغامية لمقافحة المخدرات بينهم مهمتنا الأساسية وجهاز العام والمخابرات مقافحة انتشار المخدرات ونحن كمنظم مجتمع مدني مهمتنا الأساسية التوعي والإرشاد جاء العمل متكاملا خلال إنجاز عام كامل والآن نستعرض الخطة الجديدة لعام 2021 نعم اهتمامنا بحصر ودراسة في الشباب نسبة الطعام وأنواع المخدرات حتى تتم وضع خطة استراتيجية تنفع لمكتب الأمم المتحدة في معالجة الإدمان داخل دولة السودان بالإضافة إلى إعلامنا لمشروع واعي اللي بيستهدف شريحة الشباب التوعي والشرايح الشباب والمراحل الدراسية من السنة والعالي حتى التعليم فوق الجامع وسينطلغ المشروع في سبتمبر 2020 ولكن يبدأ تدريب بعد رفع الحظر مباشرتك سيتم تدريب مدربين من الفئات الشبابية مستهدفين فيه الفنانين التشكينيين فنانين بتاعين راب فنانين عاديين شعرات من كل المختلفة الأجهات الفنية بالإضافة إلى ناشطين سياسيين بالإضافة إلى جزم الليجان المؤامة حتى تتم استوعية على مستوى الغواعد وعلى مستوى الجانعات من كوادر شرابية يسمى هذا تدريب تدريب الأغرام الغريم مع الغريم ومن ثاني تستدخل الجانعات هذه الفئة تدريبية ومع بدء العام الدراسية سيتم تدريب الجهات التعليمية كمثلا إدارة الطلاب أشعورنا الطلابية المعلمين المسكين التسجيل سنعلم بعدها طوارئ مع الشرطة إعلان الفحص لكشف المخدرات لطلاب الطب الصيدلة الكليات العلمية بالإضافة إلى كليات الاجتماع بالإضافة إلى نطالب أن تكون الكشف للمخدرات داخل الغوات النظامية كذلك بالإضافة إلى إعلام مشروعنا الدفار التوعوي وهو مشروع زي كان عندكم في الشروع اللي كان بدده محمد موسى الدفار عربية التي تكون فيها مصرح متجول شاشة مسابقات لأكيفه شكل توعية ومعها عيادة لمعالجة الإدمان وإستثارات نفسية سننطلع إن شاء الله هذا المشروع بعد رفع الحظ مباشرة بالإضافة إلى المرسوم الرياضي وهو حيكون برعاية كريمة من أجهات الشراب والرياضة ولا تسرطون للإضافة إلى جهات خيرية مختلفة وشركات بالإضافة إلى الرعي الأساس سيكون جهاز هوات الدعم السرية بإذن الله تعالى المنظومة التي تتمكن تشتغل فيها عن الدراسات وفصوص لأنه من غير الدراسة ما هنقدر نقدم خطة ما هنقدر نرفع تصور لأي مشروع أنا بناشد الجهات الإعلامية وخاصة غنات الشرور والغنوات الأخرى لأنه يكثفوا يكثفوا الإعلام يكثفوا من يكون نحتفل باليوم العالمي يعني يمكن يتمكن تخلال اليوم العالمي جدمت أربع منصات عالمية كانت منصة لمدة يومين في الدنمارك شاركت المنظوم بمشروعات المختلفة في المتابعة والتوعية بالإضافة إلى الأمارات بالإضافة إلى المغرب عبر الإتلاف المغربي وكلها جمعيات متخصصة إذا أصبحنا من منظمة تعمل داخل السودان إلى خارج السودان وفي الأصل هي بدأت من كندا ثم تسودنا بداخل السودان المطلوب مننا نحن كماشطين وكأسر الرسالة الحب أقول يخواننا المخدرات جريبة جداً من شبابنا وجريبة جداً من أسرنا طول ما في فراغ طول ما في يعني عطالة طول ما في فغر المخدرات جريبة مننا لذلك مثالتنا حابين نوجهها للأسر كنوا جاربين من أولادكم التربية 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 كرر ثلاثة مرات لأنه إذا أحسنتم التربية لأولادكم منذ النشأ ليس عندما يبلغون سن المراهة ولكن منذ العمط الأظافر دي بتحفظ أولادنا من دراس دخولهم في المخدرات نعم الاسترس الضغط النفسي زيادة المشاكل الأسرية والطلاعات بكل أسباب بتأدي لدخول الشباب في المخدرات أخيراً وليس آخراً دور الإعلام مهم نحن نعاول عليكم كثير ونتمنى تسمح لنا الغنوات الداخلية والإذاعات بمساحات حتى تتم الاستشارات لأننا نحن يومياً الآن عبر الوصف اليوم من خلال الاستشارات البدينة بين خمسة لعشر استشارات للإضافة إلى استمع عندنا حاجة يسمع الوصمة الاجتماعية نحن حايفين ما قادرين نصالح أولادنا أو نحترف أن أولادنا دي المدمنين مشتاجين لكم كإعلام عشان تساعدونا في إزالة الوصمة الاجتماعية بأنه المدمن هو مريض أي شاب بتعاطى المقدرات هو مريض هو مريض هو مريض عليه أي ولي شيء نعم دكتورة دائماً المساعد متاحة لكم عبر الصباح الشروع لكن نريد الآن التحدث عن هذا التعاون اللي إنتي ابتدرت حديثك بالتحايا له مع الجهات الأمنية هذه الشراكة كيف تقرأين هذه الشراكة دكتورة؟ أولاً هم بدون الداتا يعني إحنا ما عارفين الداتا مثلاً الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتورينا الأنواع الدخلت شنو؟ غوات الدعم السريع برضو بتكافحة الغضيات بتورينا الأنواع الدخلت شروع لأنه ما قلت الأنواع اللي إحنا عندنا لها داتت صدام ما عنده غاعدة بيانات إحنا إذا عرفنا الأنواع الدخلت هنضع الخطة العلاجية يعني أنا تفاجأت قبليه أسبوع أو عشر أيام جاني ديشن بياخد كريستل بياخد هراوين أنا ما قلت مطهينة في هراوين في السودان كزولة معالجة دع العلمي أنا خذاتي من بره والناس التيمل معي كله خبراء متخصصين هراوين علاج مختلف عن الك الكوين الكريستل علاج مختلف عن هراوين البنجو علاج مختلف عن هراوين يعني كل نوع من الأنواع المقدرات له طريقة علاج وتثقة السنون تختلف عن النوع الثاني هم دورهم يكافوا وهم دورهم يورونا الإحصائيات هم دورهم يورونا الأنواع المتواجدة الآن في السوق ونحن دورنا كمعالجين وكناس تغالين في التوعية نخط الخطة العلاجية الخطة بتحت التوعية شكلها كيف وكذلك نحن ما بنعرف الحدات الممكن يعني يا تمنطقة في ولاية الخرطومة الأكثر انتشارا نحن غطينا معلومة لكن نحن ما يجيها الأمنية اللي بتجبط وتحدد وكده نحن بنعرف مثلا مثلا إذا وفاة مدرمان في حتة معينة X, Y, Z وفاة مدرمان دي فيها هم يدون التغريض نحن نمش نعمل محاضرات هناك ده دورهم هم كغوات نظامية الآن الشراكة بكت مفتوحة والخطة تغرض معنا ونجلس في طولة واحدة معهم للتفاكل في الخطة العلاجية حتى نعم في النهاية الهدف واحد والهدف مشترك بينكم وبينهم والمسؤولية تهم الجميع والمعاطن المتضرر هو المستفيد نختتم بوجودكم وجهودكم أيضا وتفاعلكم مع المجتمع الدولي بصورة عام المنظمات الدولية والإغليمية وآلية العمل المشترك فيما بينكم طيب أول حاجة لأول مرة نقدر نسترد بيينة اللي هو المكتب الأمم المتحدة لمقافحة الجريمة والإجارة للبشر والمخدرات توصل معنا مكتبيننا وجاءنا في المكتب وعملوا دراسات عبرنا نحن متفاعلين بوجودهم في السودان على أساس أنه المكتب الآن يستطيع أداء وفي السودان لسه متوجه للمخدرات في التدريجات البشر الأكثر التركيز حيكون عندنا باح كبير بعمل التراسات منتظرين منهم الإحساب عشان يحصل العمل دي بالإضافة لشراكتنا في الاتلاف المغربي الهلال الأخضر منظمة الويهو في تركيا جمعية الأماراتيين أنا رئيس الهياء العربيين ومكافحة المخدرات كلها خطط وضعناها خطط إغليمية في محيط الدور العربي والدور الأفريغية خطة حتكون مشتركة ديناتنا في التوعية والإرشاد والمعالية الأزوبة نقول نحن مكافحة دا دورنا العالمي الحمد لله الآن السودان المشروع المفزته يتمكن المشروع توعية وإرشاد ودمج المشردين لغة حظ كبير جدا والآن ستتبنى مشروعنا كل من المملكة المغربية جمهورية نصر العربية لبنان بالإضافة إلى فلسطين تبنوا مشروع المشردين ومطالبنا نحن كبتمكنين ننفذ نفذ المشروع في دولهم إن شاء الله حيسافر وفد عشان ننفذ المشروع معهم لأنه كان مشروعا ناجح بمؤسفاتهم حسب التصريط وطور العالمي شكرا جميلة شكرا جميلة سيدة البستشارة الدكتورة لبنان علي عبد الرحمن رئيس منظمة بيتمكلي القومية أتمنى لكم التوفيق في كل ما تقومون به من أعمال في نهاية هي مسؤولية مشتركة لدى الجميع شكرا جميلة